نرحب قناة الهدف اليوم في الحصة التدريبية على الفئة الشبانية جنا اليوم نبرل قناة الهدف بش نوضحه القرار والبيان اللي أصدر من طرف رأي إدارة فريق مستقبل واتسلي وعلى رأسها رئيس الفريق هذه نتيجة الكيميلة على المشاكل اللي تراكمت منذ بداية الموسم الجديد 2023-2024 وانتشوف من اللي يبدأ الفريق يحضر ما حضرش بصفة منتظمة المشكلة رجع للتسيير العشوائي للمرافق الرياضية على مستوى البلدية وعلى مستوى الولاية المكلفين بتسيير هذا المرافق الرياضية وان كما يقول لك دائما يديرون العراقيل سواء الفئة الأكابر وذكرها اللي حكيت الفئة الشبانية الفريق الأكابر ما حضرش كما يقول لك على المستوى تعفارق قسم وطني ثاني ناهيك عن العراقيل الإدارية اللي انت لوقعها يوميا كما يقول لك أمور مدبرة وكما يقول لك الناس وراء هذا الشيء اللي تحطيم الفريق وكذلك للتسيير المنتظم وضرب استقرار الفريق نشوف بالنسبة للفئة الشبانية كم تشوفوا رامي الدربو يا هل ترى إلى فريق في القسم الوطني الثاني والشفيئات تتعوى تلعب مع فرق عندها باع في كورة قدم كشبيبة القبائل واتحاد العاصمة ماغريسة وهال الموسم الماضية حق ونتائج إيجابية وراحوا كما يقول لك لأدوار متقدمة في كأس الجمهورية تشوف اليوم المساكين رامي الدربو هذا شو الذنب التحمد والفئات الشبانية المساكين هذا هو يقول لك يحذفك على التكوين ويحسب فيك على التكوين واليوم تشوف هذه الفئات مهمشة اليوم هذا مش مشكلة رئيس فريق اليوم احنا وصلنا الفريق لهذا المستوى بمجهودات جبارة من طرف الإدارة والمحبين تالفريق ونباطي تجيب باش تلعب في القسم وطني ثاني بهذا الإمكانيات مشي منعديما مشي شي بمنعديما منعديما تماما تشوفوا باللي كان ملعب سيفري ما فيش كيمي يقولون مش أومولوكي وما فيش فيسيار ما فيش أمور اللازمة في بلدية واتلي ولكن صالح للتدريب الفئات هذو رئيس البلدية والمجلس الشعبي البلدين خاطبوا ممبر لقناة الهدف يا هل ترى ذو ولداتكم هذو أبنائكم تشوف باللي كان أعضاء من المجلس الشعبي البلدي يروحوا يلبسولاتون يحاوزوا ذو الذراري باش ما يتدربوش عمدا ويحرضوا بعض الغرباء باش يحاوزوا هذو هذه الفئات تشوف أنه فيرق أنتركارتي مسموح لها أوتوريزي باش تأنتريني وما يقولون كي يجو حاوزهم هذا شي حرام عليهم مسؤولي لي خمم بهذا المنطق أنا جو بونس كو الإنسان ما 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 تقدرش تخدم فيه في هذا الجو العاكر ما تقدرشت ظروف غير ملائمة هذا السبب بتاع هذا الأمور أنهم ضد الإدارة وفي السبب بتاعهم تحطيم الفريق الفئة الشبانية هذي شيء ذنب التحال كنز يحاوزهم رانا على كي ما يقولك على أبواب البطولة باش تنطلقتها الفئة الشبانية الفريق ما 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 يدربش على هذه نهايك على الأزمة المالية الخانقة وانتشوف يطوك إعانات يمدلك إعانات بطريقة غير قانونية طريقة غير قانونية من بعد تلحق للسياف يعود يرجع لك الموندا جس كمانتنون مكان حتى إعانات أبرتا سيد الولي المحترم بعد الزيارة تعو اللي نشكرهم لهذا المنبر لهدف اللي يعطانا إعانات 250 مليون وعطاه أوامر كي ما يقولك أوامر سارمة تعليمات سارمة لم تطبق على أرضية الواقع كالناس متعمدين خاصة قطاع الشباب والرياضة اللي راني نشوفوه اليوم راه ضد الفريق بعد ما تكلمنا احنا في القانوات وتكلمنا في الصحف والديكلاراسيو والندوى الصحفية هذو الناس زادوا زادوا تغاوع لنا زادوا كي ما يقولك قطاع الفريق نتمنى احنا من المسؤول الأول على هذا الولاي اللي عندنا ثقة كبيرة فيه المجلس الشعبي الولاي باش يدخلوا في أقرب وقت الفريق توقف كل النشاط جمدنا قائل نشاط هذا ليس تهديد للسلطات احنا خدمنا ست سنين ورينا كي ما يقولك حسن النية تعنا أموالنا الخاصة وصلنا الفريق لكي ما يقولك المستوى عليه اليوم باش يموتيفونا أنا كشاب مني مقاول مجيز ندي المشارع باش نهدد ذنس احنا جينا بنيفول ومدينا مجيوبنا وصهرنا على ذا الفئة الشبانية والذا الشريحة تاع الشباب اللي يرانا ناطره في هذو المؤاطنين وهذو الشباب على حسب الإمكانية تاع الفريق باش يشجعونا ام يحطموا فينا سواء مجلس الشعبي البلادي لبلدية واتسري الغائب تماما فريق بدون هوية كذلك قطاع الشباب والرياضة كان بعض المسؤولين في ذا الولايات ضد هذا الفريق نحطمو بكل الطرق ناهيكا عن الأزمة المالية اللي نقولوها ونعودها فريق في القسم الوطني الثاني البلدية تطيلو 9 مليون عيب عيب هذا الشي كيف يقولك متحف بالنسبة للفريق الأكابير ونشوفو يتدرب حسطين ولا حسطين في اللاسيومان اللاسيومان باسي ونطلين لنا دو سيونس ونروحنا لعبنا ماش دابليكاسيون في فيش ديوية يا هل ترى هذه المرافق اللي تستغلها في رقم من من الولايات المجاورة اللي جونا يتدربوا آلاز صون اوتوريزاسيون احنا يفرضوا علي قاعد تعليمات نشوفو باللي فريق يقعد حتى 12 الليل على الزواج ساعة أصباح ما زلتانا نعيط لتعالي دي جي اس باش يقولوا لنا غدوا وانتوا انطرينو لا حياته لمن تنادي هذا الفريق في القسم الوطني الثاني عيب عيب شريصان رجعوا حوما هذا الفريق رجعوا حوما رجعوا انتر كارتي موش محتر منا نذاءنا الوزير الشباب ورياضة لازم يفتع تعقيق في هذا القطاع الفريق را محقور فريق را بدون تدريبات لو فريق توقف اللي جيت حاسبني اليوم معليش نقولوا لإعانات مكانش هكتقول بللي مكانش ورانا في انمروا بأزمة ولكن احنا يا فان جزيرين احنا فان نستهلوا إعانات كيما الفرق الأخرى احنا فان نستهلوا باش ندربوا في المرافق الرياضية احنا رأنا لأسيونس دونتر الموك انك تطلب المستحين من مديرية شباب ورياضة تشوب اللي إيكاتر سالي كلاب الأخرين راهم الدو يدو الخرينو يفوتوا قبل الفريق تاناسيونادو اكيب سينيور نشوفوا فرق جمعيات وهمية جمعيات وهمية جمعيات وهمية عندو كارتاب ويتمشى يستفادوا من إعانات في رق تلعب تلعب في الانتر الانتر الريجيون تحت قاع الأخر استفادت من إعانات محتبرة وفارق في قسم وطني ثاني يقول لك رانا أعطينا لك يعطيك ورقة كاغطة السكر ويقول لك ربعة شهر ونحن نشدين وعندنا مكاش مكاش أعطيني الملموس أبر سيد والي ولي تشلف مكان حتى واحد اللي وقف مع الفارق نقولها ونعودها كل الوعود كانت وهمية وعود كاذبة نحن نبغين يخوي إذا الفارق عنده حق باش يستفاد من الإعانات ويردوا للاحتبار ونحن منش باش نهدو نحن سيفري حبسنا للفارق ومنش باش نهدو بالاستقالة ونمشي في الناس خير مننا وبغين يخدموا وبيعاونهم يخوي مرحبا والبيبان مفتوحين نحن ندرنا هذا البيان باش نبلغوا المسؤول الأول على ذا الولاية والسلطة المعنية والسلطة الأمنية باش غدوة يسرى أي مكروه لهذا الفارق يخوي احنا خرجتنا على النطاق التانى المطلوب بالمسؤولين قلت لك على رأسهم السيد ولي وليش المسؤول الأول مدير تشابه برياضة ما لازم يدخلوا هذا هذا أمر خطير فارق فارق فيه مئتين وستين أثلات ولا ولا مئتين وثمانين أثلات مؤطيرين فنيين من الصهراء نضيع سوال على ذا الفارق ويلعب في المستوى الثاني وحقق نتائج إيجابية سواء في الكاسة الجمهورية ولا في البطولة كان على بعد خطوة نستعود القسم الوطني الأول اليوم تشوفوه يتعامل بهذا الطريقة لازم تدخل السلطات في أقرب وقت لأن الفارق راح الهوية فاللعابين تلقى كبيرا في إضراب الثلاثة شهر والأربعة شهر ما تلقوا حتى سنتيم احنا دينا عاتقنا درنا ريكريتمو كل الإمكانيات ووقفنا على راحة اللاعب اندرنا في المير كونديسيون ولكن يد واحدة ما تصفق هذا الأمور لازم كما يقولك تجوزة الحدود تانا تجوزة المسؤولية تعلق المسؤولين تعلق الفارق لازم تدخل في أقرب وقت باش نلقاء الحلول باش الفارق يعود يرجع إن شاء الله للمستوى التعوي من منبر قناة الهدف نعلن رسميا انسحابنا من بطولة قسم الوطني الثاني هوات وكذلك تجميد كل نشاطات سواء فئة الشبانية وكذلك فئة الأكابر ريثما إيجاد حلول ملموسة اتجاه الإدارة ويلقون الحل والمعاملة التي تليق بصمعة هذا الفارق وشكرا جزيلا